اشتركوا في القناة مولانا الشيخ كنا في حديث الاعلان ومدى وجوب الاعلان عن النكاح بعد الشاهدين وكذا وتفضلتم بالاشارة الى ان الاعلان مستحب وان المطلوب منه هو ما يحفظ بي حق الزوجة فلو زدتم هذا الامر بيانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي ويصلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الهي من الدين الاعلان المقصود به حفظ الحقوق من الضياع سواء كان ذلك يتعلق بحقوق الزوجة او بحقوق الاولاد كما اذا حملت فكان بالامكان ان ينكر الزوج وان لا يوجد اي شيء يثبت عليه الامر فهذه كارثة فلذلك لا بد من من الشيء مثبت هل يمكن ان نقول انه اذا وجد ما يثبت هذا النكاح قانونا فلا اشكاله في عدم الاعلان العام اذا جاء شاهداني وثقت القضية وقانون نعم وسجلت المحكمة وكل شيء نعم هذا لا يشكاله ان كانت ترخص في عدم الاعلان نعم وان لا فالاعلان واجب حتى يحفظ الامر طيب شيخانا كنتم اشرتم الى نازلة في موريتانيا نعم نازلة حصلت في بلادنا في العصر الماضي الذي لم ادركه وهو ان امرأة من اهل البادية كانت في حواء من اهل البادية وليس معها احد من اقاربها وانما هي مع الرعاة في الراعي البهاي نعم فجاءها رجل من بني عمها وهي ثيب فخطبها الى نفسها فرضيت وهو ولي لها فزوج عائل نفسه ويشهد عضيفين هو وليها هو ولي يعني من بني عمها اينا طيب فالمذهب المالكي وغيره ايضا يجوز ولاية الابعد مع وجوده الى اقربي اللي لم يجبر طيب كما قال خليل وبابعد مع اقربي اللي لم يجبر طيب فزوج عائل نفسه وشهد عدلاني من الضيوف ليسوا من المكا اينا وذهب تحلى رتحلى وان شاء الله ان حملت المرأة فانكر الرجل ان يكون تزوجها وانكر ان يكون الحمل منه فسعى ابوها حتى جاء باحد الضيفين وشهد عند القاضي ولكن النكاح لا يثبت بقي الثاني لا يثبتوا الا بشاهدي عدل فلا يثبتوا بشاهد ويمين فكانت هذه نازلة فذهب ابوها الى العلامة الشيخ باب ابن الشخصدية يستأمره بهذا الامر فقال اذهب الى العلامة القاضي محمد محمود ابن عبدالله ابن محمود وهو من كبار القضاة المجربين الذين لهم قدم في النوازل وستجده راجعا في رفقة وعلامته ان ترى رجلا يركب جملا غير مخطوم ويغض بصره ويقرأ القرآن ويمشي به الجملة فرأى الوصف فجاءه فعرض عليه النازلة وهو على جمله فقال خلي الجمل يمشي واذهبي للقاضي فارفع عنده قضية اخرى وهي دعوة المهرة على الرجل انه ما دفع اليها مهرة وجئ بشاهدين وتكملوا باليمين وحينئذ سيذبت النكاح ويذبت النصب تبع للمحر بما يسمى بالقضاء بالموجب والحكم بالموجب منصوص في التبصر ابن فرحون وغيره مخرج عجيب نعم فصار نقل القضية من ان تكون خلافا في النكاح الى خلافا في المهر والخلاف في المهر مما يقوله الى المال والمال وما يقوله الى المال يذبط بالشاهد واليمين عند غير الحنفية والحنفية عندهم لا يذبط شيء من ذلك بالشاهد واليمين مطلقا لا يرون العمل بالشاهد واليمين لانهم يرون انه زيادة على النص ويرون حديث ابن عباس في حكم رسول الله قضى رسول الله السلام بالشاهد واليمين وهو عنده مسلم صحيح يرون أنه خبر أحد لا يقوى على وكذلك يطعنون في بعض الأحاديث الأخرى طيب شيخان هل يمكن أن يقال بوجه من الوجوه أنه على الزوج أنه يجب على الزوج إذا أراد أن تزوج ثانية أن يعلم الأولى لماذا؟ منع للمشاكل لا هذا نصيحة ومصلحة هذه نصيحة ومصلحة لأنه أيضا الأعلان ما كنا فيه من أعلان النكاح والضرب الإعلان ليس معناه أن يعلم شخصا بعينه الإعلان معناه أن يشتهر هذا الأمر بين الناس هو إذا اشتهر عرفت لكن هي غالبا لا تعرف إلا إذا كان يكتم كتمان شديدا ابن حزم رحمه الله يرى أن كل شيء حضره ولي وزوج وزوجة وعدلان ليس سرا ليس سرا ما علمه خمسة هو يرى أن حتى الشاهدين إذا جاوز الاثنين سرهم فإنه بنثي ويفشائل وشاتق منه إذا لا يقال بوجوب هذا طيب أنتقل إلى مسألة أخرى أيضا مرتبطة بعقد النكاح شيخنا وهي الشروط المقترنة بالعقد التي تشترطها الزوجة أو يشترطها الزوج وأحبت تضييق لمجال الحديث أن أقول أن الشروط الموافقة لمقصود النكاح لا يشكال في اعتبارها الشروط المخالفة لمقصود النكاح أو فيها حرمة أو فيها كذا لا يشكال في الطراحها لكن بحثنا الشروط التي لم يأمر الشارع بها ولم ينهى عنها وطلبها أحد الطرفين لمصلحة له كسكنة أو توظيف أو عدم انتقال أو كذا هذا النوع من الشروط إذا نص عليه في العقد هل يجب الوفاء به أم لا أنت تريد تضييق مجال إلا إذا أردتم غير هذا وأنا أريد التوصيع تفضل بالنسبة للشروط في العقد مطلقا سواء كان نكاحا أو غيره الأصل عدمها الأصل بالعقود لا تقيد بشروط وأن تكون منجزة وأن تكون كاملة ليس فيها شيء في الذمة في الأصل طيب لكن إذا ارتبط العقد بشرط هذا الشرط ليس شرطا للانعقاد وإنما هو شرط للاستمرار والوفاء فقد اختلف فيه فأبو حنيفة يتشدد في الشروط في العقد ويرى أنها مبطلة للعقد مبطلة للعقد نعم ودليله في ذلك ما رواه هو عن عمل بن شعيب عن نبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن بيعين وشرط نعم فالنهي مقتضل للفساد هنا وابن شبرمة يرى جوازه أن يشترط الإنسان ما شاء في أي عقد شاء مطلقا ويرى أن هذا سواء كان لمصلحة العاقدين أو لغير مصلحتهما أو لمصلحة الشخص الثالث فأن ذلك جائز إذن الآن هذا جذر المسألة أنه ليجوز في العقود أصلا أن يشترط فيها أولا نعم وأبو حنيفة انفرد بأنه حرمة الشرط ويبطاله والثلاثة سيئتنا كالكلام عنهم فمعاصره من الفقهاء ابن شبرمة وافقه لا خالفه من كلية طيب فأذن في العقد مطلقا ورأى أنه لا يبطله الشرط مطلقا وأن العقد صحيح والشرط صحيح واستدل بحده جابر أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا في شرط عليه حملانه إلى المدينة فهذا أصل للشروط طيب وابن أبي ليلاء رأى أن العقد صحيح والشرط باطل مطلقا أن هذه الشروط لا تنفع ولا تضر ولا تلزم ولا شيء فهي باطلة مطلقا واستدل بحديث بريغته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشتريطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب على المبري فقال ما باله أقوامي يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوذق والولاء لمن أعتق والأئمة الأربعة مع أقصد ثلاثة من عداها بحديث الشافعي وأحمد رأيها أن الشرط إذا كان لمصلحة العاقد له في مصلحة ولم يكن لطلاف ثالث ولم يكن مقيدا للعقد ولا منافيا له فإنه يجوز لكن الشافعية في النكاح بالخصوص كانوا مع المالكية بأن الشرط لا يلزم وأنه يبطل الشرط وأنه مكره أصلا إدخاله بالعقد مالك يرى كراهة هذه الشروط كراهة إدخالها بالعقد وأنها لا تلزم إلا إذا حلف عليه الإنسان يمينا فيلزمه التكفير عن اليمين أو يلزمه الوفاء ككل الأيمان وقد عقد لذلك بابا من الموطأ في كتاب النكاح قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح وذكر عن سعيد من المسيب إذا اشترطت المرأة على زوجها لا يخرجها من قريتها ومن دارها قال يخرج بها إن شاء ومالك قال إذا اشترطت المرأة على زوجها لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح فإن ذلك ليس بشيء هذا الذي اتفق عليه ببلدنا يقصد المدينة أن ذلك ليس بشيء إلا إذا كان بيمين بطلاقنا أو عطاقنا منحو ذلك فيلزمه إلا إذا كفر عن تلك اليمين وحلها لأن من حلف على أي أمر ما يجب عليه يجب عليه إما حدمرين إما الوفاء به وإما تكفر اليمين وحلها قبله جيد فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرآ غيره وخيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي وخير بالنسبة المذاهب الثلاثة اليوم استقر عملها على عدم اعتبار هذه الشروط إلا المتاخرين من المالكية وبالنسبة للحنابلة الراجح عندهم في المذهب اعتبار هذه الشروط واستدل الحنابلة بالحديث الذي أخرجه البخاري بالصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط ينتوه به ما استحللتم به الفروج والجمهور حمل الشروط على أن المقصود بها العقود فالمقصود هنا بالشروط العقود فحق الشروط أن يوفى به هو العقل ما وجوه هذا الحمل الشروط تطلق على العقود في اللغة بلى لكن يعني ما الحامل على لأن الذي يستباح به يستباح به ليس الشرط ما المبيح للفروج العقد فالعقد هو المبيح وهو قال ما استحللتم به الفروج فالذي تستحل به الفروج هو العقود وليس الشروط والمتأخرون من المالكية بالغوا فوافقوا الحنابلة في هذا وجعلوا أنه إذا جرى العرف بالشروط في بلدين ولم يشترط الولي أو نسية فإن الشرط يلزم أيضا عندهم شرط الذي جرى به العرف عندهم هذا إبعاد للنجعة ومخالفة لنصوص المذهب طيب الآن من شرط العرف لكن الآن المشروط عليه نصا مشروط عليه نصا أيضا حتى صيغة الشرط مثلا المالكية في العرف في بلاد المغرب أنهم يقولون بشرط لا سابقة ولا لاحقة أو يقولون لا سابقة ولا لاحقة بالنسبة لله لا سابقة ولا لاحقة في أصله ليس فيه شرط لأن أدوات شرط معروفة في اللغة ولا ليست من أدوات شرط لكن استحسن بعض فقهائنا المتاخرين وهو السيدي بن التاه والد الشيخ حمدن بن التاه الموجود الآن استحسن أن لا هنا تروب منابا الشرطي أخذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للنصاري إذا باعتفقوا لا خلابه فجعله إن شاء فجعله مثابة شرط إذا باعتفقوا لا خلابه فقاس عليه لا سابقة ولا لاحقة فجعل هذا شرطا فصار إن شاء صار إن شاء نعم طيب وحينئذ إذا لم يفي بهذا الشرط فيرون أنه يرزمه الانفصال ويبقى مع ذلك التردد الفقه قائما لأن ما ذكره مالك من أنه إلا إذا علق ذلك على يمين بطلاق أو عتاق فهم يرون أن هذا بمثابة اليمين إن الشرطة بمثابة يمين وإذا كان بمثابة يمين يمكن أن يكفرها قبل الحنظ فينحل الأمر ومع كراهة مع كراهة إقاعه في العقد أنا الآن لا أعقد عقدا فيجعل فيه شرطا لأنه مكروه مخالف للسنة حتى لو قيل بلزومه هو مكروه لكن قبل أن أخذ بعض التفاصيل هو ذات في البيع والشراء وكذا لا يتصور إجراء عقد ليس فيه اشتراط أنه نسلم فيه كذا ونفعل فيه كذا واشترط عليه كذا كيف يكون البيع والشراء؟ بالنسبة للاشتراط ما زاد على على القدر الذي يحصل به العقد هو المقصود بالشرط الشرط لا بد أن يكون ماهية زائدة من الشرط تحديد مثلا موعد التسليم لا هذا الموعد الأجال ليست من الشرط الأجال من صميم العقود هل هذا العقد ناجز أو مؤجل حتى لا نخرج عن النكاح يا ذا لي مولانا أنتصر قليلا لاعتبار الشرط انتصر ماشي يعني عندنا في الحقيقة أولا الشرط التي يذكرها أحد الزوجين وفيها محرم أو فيها مخالفة هذه غير وكذلك الشرط الشروط هذه منقسم إلى هلا تقسى شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط النفقة والسكنة هذا داخل في العقد أصلا نعم وشرط ينافي العقد أصلا كلا توارث بينهما ولا تأخير هذا مباطل أصلا أنا في السال الواموطل أم لا الكلام على السال وهي هذه المسألة بحذافيرها نظمها بعضهم يقول عقد الشروط الحنفي حرمه وجابر سوغ لابن شبرما وفصلت لابن أبيل إلى الأمة ومالك إلى الثلاث قسمه أصلا شرط إلى الثلاث نحن في القسم الثالث هذا الذي هو قد يشترط واحد الزوجين لمصلحة له كاشترط الزوج عدم انتقالها أو اشترط الزوج مثلا أن تطبخ له شيئا معينا هكذا الآن هذا النوع من الشروط أولا إذا هو أثبت في العقد فقد صار فيه ما يشبه الوعد والوعد كما يعني عرفنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا والذين هم لأمانات معادي مراعون أربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا وإذا وعد أخلاف المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حراما هذا لا أشكال فيه فكيف أنا أقبل أنه يأتي ويكتب في العقد أو يقول أني أنا أشترط كذا وكذا وألتزم كذا وكذا وبعد أن يوقع ويمضع ويأخذها يقول والله هذا الشرط ما هو لازم لك يعني أصبح لا أخلاق ولا مرؤة ولا التزام ولا وفاة بالعهد وكذب وكل المصائب وقد قال لعائشة اشترطي لهم الولاء واعتقيها لأن الذي طلبوه مخالف أصلا هو الشرع أن الولاء لمن اعتق هذا حكم شرعي لم يكنوا يعرفون ذلك وهي أمتهم مملكة لهم فهي ما زالت أمتا لهم مملكة لهم فإما عن ينزل على شروطهم وإما عن تترك أمتهم لهم القصد شيخا الذي اشترطوه شيء مخالف للشرع لكن حتى ولو قلنا ذلك هي أمتا لهم مملكة لهم صح أو لا صحيح ولا تخرجوا من ملكهم إلا بعقدهم إلا ببير وهذا العقد هم اشترطوا فيه هذا الشرط لمصلحتهم وهو لمصلحتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الاشتراط لهم قال اشتريطي أمرها أن تشتريط لهم لترضي الخواطر في العقد ولكن إذا كان علة الاشتراط رضاء الخواطر فكيف ستكون الخواطر بعد أن اكتشف أنها كذبت علي أو احتالت علي لا ما كذبت ولا احتالت هي أم المؤمنين بأمر رسول الله لكن أنا قصدت البخرج الذي يظهر لي في هذا أنه كونه مشترط شيئا باطلا شرعا أو محرما أو غير جائزا أو مخالف للأمر النبوي فهذا تفهم فيه الأمر لكن هب أنه مشترطوا عليها مثلا أن تحسن إليها ولا أن تكسوها ثوبا بعينه يقال تعدهم بهذه الكسوة ثم إذا أخذتها لا تكسوها يعني قطعا هذا فيه عدم وفا المهم أنه لا يلزم ذلك في الأصل ليس لازما وأن العقد انتهى وعلاقتهم بها انتهت بمجرد حصول العقد طيب أمر آخر نعم عبد الرحمن بن غنمن عبد الرحمن بن غنمن نعم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في مرأة شرط لها زوجها ألا يخرجها من دارها هذا شرط في العقد واضح من النوع الذي نتكلم فيه قال عمر لها شرطها قال رجل لإن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم وعند مقاطع حقوقهم وهذا قضاء راشدي لكن ثبت ثبت عن عمر ما يخالفه لأنه قيل له إن امرأة شرطت على زوجها لا يتزوج عليها فقال يتزوج عليها إن شاء سبق شرط الله شرطها هنا نرجع نفس القضية سبق شرط الله شرطها نعم فهنا الشروط مقيدة بأن تكون موافقة للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حراما هي أرادة أن تحرم عليه ما هو حلال مثلا نعم لكن هنا ما الوجه في المنة يعني أقصد ما في أي مصادة مشرعية بلا إذا حرمت عليه أن يتزوج عليها لا ألم تحرم حلال في قصة عمر في الخروج من دارها بالخروج كذلك الخروج جائز شرطت 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 ما يحرم حلالها لا شرطت لها أن لا يخرج يعني ما يطردها من بيتها لا لا مقصودا لا يخرج بها إلى دار سكنانه وهو أيوة أن لا يخرجها من دارها نعم وهذا الجائز نعم فحرمت حلالا ويجوث له أن يخرجها من هذه الدار التي تسكنها إلى دارها هي هو إذا فتحنا هذا الفهم شيخنا معنا كل المقيدات التي من باب المصالح المرسلة تمتنع لأن كلها تحريم لا ليست كلها كذلك إذا كانت المقصود فيها تحريم تحرم شيئا حلالا أو تحل شيئا حراما وهي من شيئة لذلك فهذا محرام كأوامر السلطان إذا مثلا قالوا الله امتنعوا من هذا وهو حلال إذا صار تحريم الحلال وتحريم الحرام منظور عليه بهذا المنظور يصبح كله تقييدا بالمصلحة ممتنعا إذا كان بالشرط نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك قال كل شرط قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله يعني أيضا الاحتجاج به قد يرد عليه أمرا الأمر الأول القوله ليس في كتاب الله قالوا معنا ليس فيه نفيه يعني كل شرط لم يرد في كتاب الله أنه باطل فمرفوض هذا يكون ليس في كتاب الله أي شرط إذن كيف ما في كتاب الله شروط لا كل شرط ليس في كتاب الله ليس فيه نفيه لا ما في شي ما في شي شروط جاء نفيهها في كتاب الله لا ما هو نفيه بمعنى أنه يرفض هذا الشرط إنما هل هذا الشرط ورد في الكتاب ما يدل على أنه حرام لا أنه واجب لحكم الله مثلا إذا شرطت الله يتزوج عليه هذا مقال في كتاب الله إن الله قال ونكحوا ونحن في هذا نحن في هذا يعني أقصد أنه إذا كان الأمر فيه أو الاشتراط فيه ما هو محرم أو هو ممنوع شرعا أو كذا تنتهى لكن الكلام على المباحة اليومي أن تكسوني كذا أن تلبسني كذا أن تعطيني كذا لأن شيخا نحن ننظر أيضا إلى من ناحية المقاصد الكبرى يعني عقدوا نكاح يعيش فيه الزوجان معا سنين وقائم على الثقة تبدأه بما يعني هو واضح الخديعة أني أنا ألتزم لك بكذا وألتزم بكذا وأكسوك كذا وأعطيك كذا وألبسك كذا هذه القضية بدأت كأنها أصبحت قضية مادية وأصبحت مكايسة كالبيوع وهذا مخالف للمقصد الشرعي المقصد الشرعي أنه ما تزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت بيت مسلم على المكارمة وعلى الإحسان وقد أصل الله كل واحد منهما بالإحسان إلى الآخر وقال محمود الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين يحسانا وبذي القرباء واليتاما والمساكين والجاري ذي القرباء والجاري الجنوب والصاحب بالجنب هو الزوجة والزوجة كل واحد منهما أمره الله بالإحسان إلى الآخر والإحسان ويشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان هذا لا يعقى نحن ذي نعم أقصد أن هذا جاء به الشرع أصلا جاء به في الحاجة حتى ابني أو أبي أو كذا مطلوب مني أن أحسن إليه شرعا فإذا جئت ووعدته بشيء وقلت له أعطيك كذا ثم رجعت عنه تخالد ما ينبغي لك ذلك ونبي صلى الله عليه وسلم أبين للمرأة التي دعت ولدها فقالت تعالى أعطيكها قال تريدين أن تعطيك هذا الآن شرط مكتوب واتفاق مكتوب ووعد مكتوب أني سأنجز لك كذا وألتزم لك بكذا وقع على شهود وقع على حاكم مثبت في المحكمة وأتغذى نقول ما ألزمك أنت في به مشكلة كبيرة شيخنا في الجانب الأخلاقي والتعامل اليومي لا هو إذا كان متعدد يعني لو قلنا عفوا لو قلنا لا يجوز لك أصلا أن تكتب شيئا وكذا نقول الأمر يعني متضح لا هو إذا كان للرضا إذا كان للرضا كما في حدث عائشة تشترطي لهم الولاء وأعتقيها أي رضا شيخنا هل أنا سأرضى إذا جاءت والله وعدتني بشيء وقلت أريد منك كذا كنت أبشر أكتبه لك وغدا أنا أنقضه لو لو فطني من الأول كان أرضى لي أعرف أنك لا تريد كذا فأقول خلاص أنا ما أريدك لأنك لكن ترضيني بالطرف اللسان حلاوة ثم تروغ وتأتي في الغد وتقول لي يعني هذا بالنسبة على الأقل فيما أفهم استشكال أخلاقي كبير جدا والنصوص الواردة فيه استشكال أخلاقي فيما يتعلق بما هو لمصلحتك أنت وما لا علاقة له بالشرع فإذا كان الشرع أباح الأمر والشرع هو المصلحة لا شك أن ما هو يعني قاطع النص والدلالة لا أشكال لكن نحن نقول النصوص الواردة الآن في كل نص منها مخرج يمكن أن تخرج منه مثل ما الذي قاله في معنى في كتاب الله ومثل الذي قاله في حديث عمر يعني ليست أمور لكن نتحدد الآن حدد الآن ما الذي تريده مثلا لو شرطت عليه لا يتزوج عليها وعبق على ذلك ترى أنه لا يحل له أن يتزوج عليها لا أستطيع أن أفتي الآن لكن ما أراها منعت عليه حلالة لا ترى هذا ما أمرته بمحرم لا لكن هذا الشرط حرم حلالا أو لا كيف هذا الشرط حرم حلالا أو لمحرمه طيب هو لو التزم على نفسه ألا يفعل حرم حلالا الحمد لله هذا من عند نفسه لأنه وجائز له الأمر طيب فإلى هو أن يفعله وله لا يفعله فإذا إذا هو وعدها وعدها لا لا عقد عقدا طبيعيا وكذا ولا شرط فيه ثم في أثناء الكلام وكذا وعدها في يوم أنه لا يتزوج عليها وعد حر دين عليه يحق له أن يخالفه هذا محل الخلاف الذي ذكر ما به الوعد لكن المهم طيب هل يقول حرم حلالا بأنه وعدها وعدا حرم به حلالا ما يوضعنا للزاوي هو لم يحرم هو الشخص فرق بينه هو وبينها هي المحرم الحلال الطرف الآخر فمني في الصيغة إذا جاء وليها هي أو جاءت هي فقالت أنا أريد أن لا تفعل كذا مما أحل الله لك أريد أن أحرمه عليك فهمت هذا هو معنى تحريم الحلال ومثل ذلك تحليل الحرى نظيره أيضا إذا أجازة استرطة هو مثلا أن يعاملها معاملة مخالفة للشرع نعم طيب أنا أخذ بس فاصل شيخنا نتنفس قليلا نتنفس منك فإن شاء الله يا أخوة فاصل أنا أعود إليكم إن شاء الله نواصل شيخنا الحديث فيما كنا فيه في موضوع الشروط كنت أريد أن أقول شيخنا الآن أنا هذه امرأة تريد أن تتزوج وهي راغبة أشد الرغبة في إكمال دراساتها على سبيل المثال ولا تريد أن تقطعها وتخشى من زوجها أن يقطعها هي أمام أمرين إما أن يكون هناك طريقة تضمن لها هذا الحق من زوجها وإما أن تؤخر الزواج ولا تتزوج حتى تكمل الدراسة فلماذا نضعه في مفترق الطرق نقول لهم إما تبقين بلا زواج وإما يعني تغامرين وما تدرين بكرة بعد ستة سنين من الدراسة وباقي فصل دراسة يأتي الزوج وقول امتنعين من الدراسة فتعطل مستقبلها يعني ما الموجب لهذا وليس عندنا النص أو المقتضى الذي هو قاطع أو صريح في المسألة يعني مشكلة اجتماعية بالنسبة لهذه القضية ليست مثل الشروط التي تحرم حلالا اين هذا فرق إذا وصلنا الفرق ممتاز نعم فرق واضح بالنسبة لإدخال الضرر عليها هي ممنوع طيب لا يحل له أن يدخل عليها الضرر وإذا أراد أن يدخل عليها الضرر فإنها حينئذ تكون بالخيار ولا القاضي أن يرفع عنها الضرر بذل ما إذا أراد أن يفسد عليها دراستها وقد قطعت كما ذكرتها أشواطا ولم يبقى لها هو السؤال في الضمان شيخنا لو كان قلنا بالاشتراك لكانت مضمئنة أما لو كانت ننتظر وضرر ويرفع القاضي والقاضي يرى هل هو ضرر أو ليس ضررا وقد يكون القاضي يرى أن المرأة من الأولى أن تبقى في بيته فيقول لا هذا ليس ضررا لا يعتبر فهنا هنا الإشكال في أنه يعني الزواج مستقبل وحياة والتزامات كثيرة وإذا أنا ما كنت ضامن ما لي وما علي إذا كان هذا العقد الأكبر لا يحق لي أن أشترط فيه لنفسي ما أضمن يعني صوابي ويسترط فيه الزوج كذا والزوجة كذا يسمح إقبال الإنسان كأنه على غرر شديد وهو تحت رحمة الزوج لا بالنسبة للقضية فيها شيء شرطه الله والإمساك المعروفين وتسريحهم بإحسان أين والإمساك المعروفين يقتضي إحسان المعاملة لا شك وإحسان المعاملة أمر الله به في قوله والجاري الصاحب بالجم فأمر بالإحسان إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستوصوا بالنساء خيرا فإنه النعواني لديكم أخذتمه وأن بشرط الله واستحللتم غروجه وأن بكلمة الله وإن المرأة خلقت من ظل إن أعواجه وإن أعواجه ما في الظل أعلى فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها أعلى ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر وغير هذا من الأحاديث هذا لا شك ففي احتياط شرعي موجود وهذا الاحتياط الشرعي يقتضي أننا لا نحتاجه للزيادة على الشرع فشرع الله يكفي ففيه ضمان كامل لكل حقوق ولكل مصالح نحن نقولان أن الشرط والتزام به والوفاء به هو من شرع الله لأنه أمرنا بالوفاء لا لكن إذا زدت أنت شيئا ليس من شرع الله تقيد ونحن هنا نتكلم عن الشروط التي يتكلم عنه البقاء من مثل مثل اللي يتزوج عليها ولا يتسرع عليها أنا سأذكر أمثلة من الشروط لكن فضيلتكم أولا شيخ أنا سامحني والله أنا أتعرف والله وأستحي لا لا العكس تفضل لي وسامحني تفضل لكن كنت أقول أن أشرتهم إشارة إلى لما ذكرت مثال الدراسة إلى التفريق في الشروط إذا وصل إلى أن هناك فرق في الشروط فالحمد لله الفرق بوضع يعني كنا نقول أن هناك شروطا يمكن أن تثبت في العقد هذه أصل يقتضيها وتقتضيها الشريعة وتكون ملزمة للزوج ملزمة الحمد لله أي شيء فيه ضرر يشيري الحاق الضرر عليها مما هو من حقها فما كان من حقها فحقها هفور كاملا لكن ما كان من حقه هو جيد فتنتهي حريتها عندما تصل إلى ممتاز يعني للأصل لأن هناك نوع من الشروط يمكن أن يقبلها في العقد ويكون ملزمة للطلاق وحتى لو لم يشترط فهو ملزم طيب هكذا جيد الآن نحن ممكن نقف عن شروط بعينها أن تشترط المرأة لنفسها حق الطلاق لا هذا مخالف لكل الشرائع والخوار كأني وجدت عند الأحناف رخصة يقول إذا كان منها الإجاب فقالت زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي فقبل أنه صبح لكن هذا لا هو معلق أصلا هو ما يدري هل هو منعقد أو غير منعقد فيمكن أن تطلق الأهن فيه والله جعل الطلاق بيدي من أربع أساق كما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه أن يجعل بيدي المرأة اشتراط تطليق الضرة هذا نها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عبد العاصر الصحيح لا يحلوا مرأة تؤمنوا بالله واليوم الآخر أن تشترط طلاق ضرتها لتكتفئ صحفتها أو إناءها شرط لا سابق ولا لاحق هذا ذكرناه أنه شرط ليس في كتاب الله وأنه حرم حلالا اشتراط أن يملكها بيتها هذا ما في إشكال لأنه مصلح لها تشترط من هذا ما شاء اشتراط الرجل أن لا تلد المرأة أعوذ بالله لا لا ليس من حقه هذا من حقها هي تجاوز حقه إلى حقها والحقوق لا بد أن نذكر أن الحريات حدودها إذا وصلت إلى الاعتداء على الآخرين انتهت حدود الحرية اشتراطه أن تلد عددا معينا أو سلقت معينا أو بعد سنوات معينا ليس بيدها كما قالت الأم خالد ليزيد لمعاويته قالت ما لي أبي خالد لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان غضبان ألا نريد البنينات الله ما ذلك في أيدينا نعم اشتراط الرجل أن لا ينفق عليها وأن تستقل بنفسها هذا حرام مخالف للشرع بالكلية فقد أوجب الله لها النفقة والسكنة والإحسان اشتراط وقوع الطلاق تلقائيا لو تزوج عليها باطل كذلك إذا فيما ذكرناه اشتراط أن لا يلزمها ببعض ما لا يلزمها بأصل العقد يعني لا يلزمها مثلا بخدمة أمه أو بخدمة أبيه أو بسكنة أمه عندها تشترط أنه لا تلزمني بهذا نعم هذا لها الحق فيه لأن هذه من حقوقها هي لكن إذا كانت أمه مثلا لا تسكن إلا معه وليس لها كافل سواء هو ضعيف لا يمكن أن تقطعه من أمه لا يوافق هو لا يوافق أصلا نعم لكن أقصد ذا وافق يكون قد التزم نعم طيب سأنتقل نقطة أخرى إلا إذا كان لديك في موضوع الشروط إضافة أو تعليق شيخنا بالنسبة لموضوع الشروط الآن يكبره الناس عن حجمه أيبا ومصف أن بعض القضاة أيضا يساق وراءه وراء هذه الشروط بعض المفتين أيبا ودع النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقالت وافقت على ما فعلها أبوها في الأخير لكن كثير من المهتين أو القضاة يبادلون إلى التفريق بأذنة سبب وتأتي المرأة وبعد ذلك تستفتي تقول أنا أريد أن أرجع لزوجي وفقط غضبته وخاصا وما كنت أريد الفراق نعم كانت سترضى وتتعلق ببعض الشروط التي في العقل نعم فهي فقط أرادة تنتصر لنفسها وفيها فورة وذورة في ذلك وجد نفسها طالقة نعم طيب أريد أن تقل شيخنا إلى بعض ما ذكر من مستحبات عقد الزواج وقد استعرضنا عامة الشروط والأركان وما إليه عقد النكاح في المسجد هل هو مستحب؟ نعم لا شك مستحب والمسجد هو عاصمة الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق منه في أمره كلها فهو الذي يعلم فيه فهو المدرسة وحين انتقلت عنه المدارس وحصل فيها ما حصل من الفجور والفساد وهو وسيلة الإعلام على المنبر وعندما انتقلت وسائل الإعلام على المسجد حصل فيها ما حصل وهو مكان تدريب الجيوش وتكوينها وذين النبي صلى الله عليه وسلم الأحباش بالتدريب فيه واللعب الحراب فعندما انتقلت الجيوش عن المساجد حصل فيها ما حصل وهو مكان القضاء فلم يكن يفصل من الخصوم إلا في المسجد ولما انتقلت مجالس القضاء عن ذلك ترى ما حصل فيها وكذلك مكان عقد النكاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقدوه في المساجد ويعلنوه في المشاهد فيكون مستحبا نعم وهل الحرمين مزية طبعا مسية كبيرة أكبر المسائد وأعظمها عند الله حرمة المساهد الثلاثة العقد يوم الجمعة فعل الجمعة فيه بركة لأنه أفضل الأيام وفيه خلق الله آدم عليه السلام فلا شك أن اليوم له مزية ويمكن أن يصادف ساعة إجابة فيه العقد في شوال لحديث عائشة في المسلم هذا قد يكون غير مقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشته في شوال ودخل بها في شوال لكن ليس معنا ذلك أن هذا كان مرتبا له ومقصودا بذاته لكن كان عائشة رضي الله عنها كانت أحبا نسائه لديه وحبا نسائه لديه قال تزوجني في شوال وبنى بيه في شوال فأي نساء رسول الله نعم صحيح فأنا ربطت هذا ب لكن هذا لا ارتباط فما كانت هي تزوج نعم مواليها في شوال غالبا نعم لكن هذا لا قد يكون موافقة غير ترتيب ولا قصد ما يدعى به للمتزوج بالنسبة للدعاء يمكن أن يكون بأي لغة وبأي شيء وليس في شيء مقصود بذاته في النكاح لأن هذا ليس من التعبدات من الفاضل الأدعية في الصلاة أو الفاضل التشهد ونحف ذلك وإنما هو دعاء بأن يجد سعادته وأن يتدم بينهما وأن يخرج منهم الكثير الطيب ومن المشروع في استماع الناس في العقود وغيرها ورد بعض الأدعية التي فيها ضعف شديد مثل بالرفاء والبنينة فهذا ضعيف لكن جمع الله بينهما بخير ورزقهما من صالح ذرية ونحو ذلك فهذا مطلوب والصيغة التي فيها بارك الله لكم وبرك عليكم ووالدتهم بنصها نعم زف العروس إلى بيتها أن يكون معها الموكب أو النساء نعم هذا مطلوب وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم معلمه سألها عن نشيد أيضا في حديث عائشة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة للأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر هذا أيضا من ما يسن قوله من هذا النشيد وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة كما هو صحيح مسلم والحبت والسمراء وما سمعت على ذلك أنا سأنتقل إلى مسألة وليمة العرس وما يتعلق بها هل بقي شيخنا في موضوع الأركان؟ وهذه أتيناكم وأتيناكم وحيانا وحياكم وهذا أيضا نشيد دليل على مشروعية النشيد في مثل هذا النوع طيب بالنسبة شيخنا لوليمة العرس وقد أفردتها لإختصاصها بجملة مسائل أولا ما حكمها؟ حكم الإيلام للعرس بالنسبة للوليمة مختلف فيها ليواجبتنا وسنة والذين يرون سنيتها وندبهاهم الأكثر من الجمهور الأكثر نعم وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الرحمن بن عو فأولم ولو بشات ما يكون للوجوب هذا الأمر حمل على عدم الوجوب لأنه لم يحدد له وقال ولو بشات عندما رأى فيها ذرم الصفرة فلما لم تجب الشات بعينها لم يجب نعم ونبي صلى الله عليه وسلم أولم ويختلف حال ذلك في وليمته على صفية من تحيي جمع ما في الجيش من الأزواد وأطعم الناس منه ووليمته علي بطالب على فاطمة من ترسول الله صلى الله عليه وسلم كبش واحد نعم وقد أولم بمدين من شعير أيضا في باب نعم لكنه لم يترك الوليمة صلى الله عليه وسلم في أي من زيجات لا يعرف عنه ذلك طيب فإذا كان قال أولم ولو بشاه ولم يترك الوليمة مطرقة وقال الوليمة حق وقال لابد لعرس من وليمة كما عند أحمد ما يفهم من مجموع هذا الوجوب لو كان الوجوب لكانت تكلفة زائدة على أصل الصداق الذي هو واجب ويحتاج ذلك إلى دليل مخصوص وهذه الأوامر كلها من باب الأدبي والأوامر في الأدبي لا تحمل على الوجوب جميل حكم إجابتها؟ من دعية يجب عليه أن يجيب إلا إذا كان مرتبطا ارتباطا لا أود منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعية فليجيب فإن كان مفتنم فأمر بالأكل فليأكل وإن كان صائما فليدعو نعم هل هناك فرق بين أن يكون مدعوا بعينه وبين أن يكون مدعوا الجفة نعم فرق كبير بينهما المدعو بعينه والذي يجب عليه نعم العوارض كثيرة مثل ما لو كان ذم ما يراه محرما الغناء بالموسيقى ونحو ذلك فله حينئذ يعتذره وكذلك إذا كان ذم اختلاط بين الرجال والنساء أو ذم ما لا يحل قوله من الكلام إذا كان هناك منكر في الجملة فهذا عارض الوجوب عارض الوجوب لكن ذكر العز بن عبد السلام قاعدة مهمة في التوازن بين المصالح والمفاسد في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنعم قال لا يترك الحق لأجل الباطل فاحضر بشخصك ناوي الهجران بقلبك فإن نهيت فلك أجران وقد نظمها جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطلي فأتي المساجد وزر لا تدعي لما ترا في ذي وذي من بدعي فاحضر بشخص ناوي الهجران فإن نهيت فلك الأجران فالحق للباطل ليس يترك وإن أردت مدركا فلمدركوا لذا دخولوا سيدي الأنامي للبيت مع ما ثم من أصنامي وعزولي عز الديني إن لم تكتفي بذاك والمعطاك فافا يكتفي الله صلى الله عليه وسلم طيب هذه مسألة تحتاج إلى تحرير الآن إذا وجدت منكرات في وليمة العرس وعرف أنه إذا حضر سيغيره إذا أعرف أنه سيغير لا عرف أنه إلا أن يفعل شيئا لكنه الآن بين أمرين بين أداء واجب الدعوة وبين صلة الرحم وكذا وبين النأي عن المنكر الموازن التي تفضلتم بها تجعل الصواب في أي جهة أن يحضر متأولا وهاجر المنكر بقلبه أو أن ينقطع ويترك إذا كانت سيترتب عليها مفسدة أكبر مثل قطيعة الرحم كما ذكرت يحضر بشخصه وينويل هجران بقلبه وإذا أنكر سليما لأن هناك الآن من التجال ومن النساء أكثر من اتخذ قرارا أن لا يحضر أي عرس وتأول هذا أنه هو المقتضى الشرعي لكثرة المنكرات في العراس وعري النساء وكذا فأبدا لا يحضر أي عرس لا لقريب ولا لبعيد ولا يكون إيجابيا ولا يصلحه ولا يأمر يقول ما حاولت ولم أجد نتيجة الأمر مستفحل ما يكفي حاولت مع كل الناس جميعا لكن هو فعلا مستفحل إن شاء الله يغير فهل يقال أولا أن يحضر ولو أدنى القليل يسلم إذا خشية من ذلك قطيعة رحمين ونحو ذلك يحضر أو غضبة أقارب أو نفرة أصدقاء نعم إذا صح عنده أن مال الداعي حرام إذا كان كله حراما بالكلية لا يأكل منه ولو تذرع بأنه صائم مثلا ولو كان غير صائم يمكن أن يعلن أنه صائم ليلتقي ذلك فإن كان يعرف أن ماله مختلط بين الحلال والحرام الحلال والحرام يمكن أن يأكل منه قد حصلت قصة لبعض العلماء المالكية دعاهم سلطان تونس إلى وليمة وطبعا ماله من حرام فجاء أربعة من كبار العلماء فأحدهم أكل واجتهد في الأكل كثيرا والثاني أخذ لقمة واحدة وعتذر عن بقية الأكل والثالث ذكر أنه صائم ويريد أن يحمل له الطعام إلى بيته نصيبهم من الطعام ويحملوا له إلى بيته والرابع صرخ فيهم بإنكار هذا المنكر وقال هذا ناس يموتون من الجوع وأنتم تقيمون هذه الولاي من مال اللي سلكم وهذا مال الله ومال بيت المال وأنكر نعم فلما خرجوا من عند السلطان تلاوهم فالذي أكل كثيرا قال هذا مال مستهلك ضايع و لو لم أكله لسعان به الظلمته على الغلب فأنا أخذه عنهم والذي أكل لقمة واحدة قال المال مختلط فيه حلال وحرام لأن السلطان يمكن قبل السلطان له مال مراذ أو أي وجه فاختلق فتأولت لقمة من الحلال نعم تكون لقمة من الحلال والذي قال إنه صائم وأراد أن قال أنا نسف صائما ولكن أردت أن أوصل هذا إلى أهله حتى لا يلزمني ضمانه لأن ترك تخليصي مستهلك قدر على تخليصه من نفسه مال هذا سبب من أسباب الضمان وأنا سأوصل المال إلى أصحابي وهذا أفقههم في نظري والرابع والرابع قال رأيته أنكم جميعا ستتأولون فسينعقدوا يجمعوا الناس لو سكتوا فوجب علي الإنكار والتغيير عجيب خير عجيب طيب شيخان هل يكون من العوارض الكسل أو التعب أو الفطور أو أم هو من الوجوب بحيث أن النسان يجب أن يغالب نفسه ويذهب يغالب نفسه ويذهب لأنه بيصل إلى الله عليه وسلم قال من دعية فل يأتي الإنشغال وأيضا بالنسبة لهذه القضية من النوادر أن تتكررها مثلا زواج صديقك أو أخيك ويكسر خاطره إذا لم تأتي ولم يرى وجهك في الله لأنه كنت تريد أن أقول شيء ربما أكس هذا أنه هل من العوارض كثرة الدعوات لأنه إحان الأشخاص المعروفون تحضر عند هذا دقيقتين وعند هذا دقيقتين يعني لا يصبح الصيف كل يوم طيب أيضا بالنسبة لقضية الحقوق حقوق المسلم على المسلم منها أنه يجيب دعوته إذا دعاك فأجيبه على من تجيب الوليمة على الزوج أو على الزوجة على الزوج طبعا كل المال كل نفقات في النكاح كلها على الزوج وما جعل الله على النساء من ذلك شيء فإن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم وقال وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسابحين فالمال لا ينفقه في النكاح إلا من قبل الزوج فهو الذي يجب عليه النفقة ولا ينفق المرأة ولا أهلها شيئا وليسع لهم أي تكاليف في النكاح حتى لو جر العرف على غير ذلك حتى لو جر العرف على غير ذلك العرف باطل مخالف للشرع وقد قال العلامته محمد الملود رحمة الله عليه والعرف إن خالف أمر الباري واجب أن ينبذى بالبراري إذ ليس بالمفيد جري العيدي بخلفي أبل المبدئ المعيدي لكن القصد هو التراضي يعني الآن بعض البيوت مثلا أو القبائل عندهم مثلا أن تعارفوا أن الملكة ما يسمى الملكة وهي أول وليمة بعد العقد أو الوليمة التي في العقد تكون على المرأة والعرس الكبير يكون على الرجل وبعض القبائل أو الجهات العراف عندهم أن يشترك الرجل والمرأة في كليهما وبعضهم عندهم لا أن يفرد بها الرجل كشيء تعارفوا عليه فهل يقال هذا مخالفة؟ يقال إنه مخالفة مثل ما يقع في شرق آسيا أيضا من أن المهور على النساء الدوطة يسمونها لكن جعل مهر على المرأة واضح فيه الإشكال لكن هذه التعاون في المرأة كذلك هو تكلفة وتكلفة مادية وأيضا هو سبب القوامة لأن القوامة لها سببان السبب الأول ما هو ضل الله به بعض الناس على بعض وهو تعيين إلهي أن الله عين الرجل مديرا لهذه المؤسسة الأمر الثاني ما أنفقه من مالهم فإذا شاركته هي في إنفاق المال فقد أحرست سببا من سبب القوامة وحينئذ لن ترضى بقوامته بل في كثير من الأحيان تكون تكلفة المرأة وأهلها أكبر من تكلفة الرجل ولن ترضى حينئذ بقوامته لأنها أنفقت من المال لكن هذا قد يسبق بنا إلى حديث آخر قد يأتي لاحقا وهو أن هذا النظر المبالغ فيه إلى مسألة أن الرجل المرأة لو صرفت أو شاركت أنها نازعت الرجل قوامته أو كذا لا سبب القوامة هي لن ترضى بل في رسيتها بما أنفقه نوالم قد يكون مما جرى مجرى الغالب في وقت تنزل الوحي لكن اليوم مثلا مع كثرة عمل النساء واشتغالهن ووفرة المال في أيديهن وكذا أصبح أنفق أو ما أنفق لم يعد موضوع الإنفاق مؤثرا في العلاقة أصلا حتى لو أنفق عليها هو عندها ملمال أكثر ما يعطيها وحتى لو لم ينفق لكن يبقى أن الله اختار الرجل للقوامة لكن مع ذلك يبقى الإنفاق لا بد أن يبقى مؤثرا دائما فيجب على الزوج أن نفقته ويجب حتى لو كانت هي غنية ولو كانت أغنى منه لا يسقط وذلك حقها بالنبقى طيب أرفت أن يرفد الزوجة أصدقائه وأقاربه فيعينونها في صنع الطعام هذا إذا كان المساعدة ليست مشروطة لا حرج بها تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان والنبي صلى الله عليه وسلم تولى مهر الفضل بن العباس وعبد الله بن الحارث بربته بالحارث أقصى ومسلم لما أيضا تزونه بالسلام صنعته حيسا ولما تزوج صفية صلى الله عليه وسلم بسطة نطعان وكان الرجل يأتي بالتمر ورجل يأتي بالكل ما يسلح أصلا في هذا البال طيب دعوة الأغنياء دون الفقراء هذا مذموم شرعا وقد جاء في ذنب الولائم إنها بئس الطعام وطعام العرصي بدعا إليه الأغنياء ويطرد عنه البقراء تكرار الوليمة تكون أكثر من يوم بالنسبة هذا بحسب وصعه وقدرته فإذا كان هو غنيا وكان أصحابه كثير ولا يسعهم حفل واحد فلا إشكال فلا إشكال حين في التفاوت هل صح أنا صفية جاءنا بسلم ولمتى ثلاثة أيام لا أعرف ذلك لكن كان النكاحه لها في السفر وهو في رجوعه من غزوة خيبر وهم مسافرون فيمكن أن يكون إذا نزلوا دائما يجتمع الناس على الطعام فيظن أن هذا من باب الولائم لكن عموما الرجل إذا تزوج بكرا في أحكم لها بأسبوع مثلا من وإذا تزوج ثلاثة أيام أو ضرب الدفوف بالنسبة لضرب الدف في الأنكحة مأمور به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على الدف الذي هو مغطى من جانب واحد والمغطى من جانبين فيه خلاف الرجال والنساء هذا بحسب العرف إذا كان العرف أن الرجال هم الذين يضربونه كما هو الحال في اليمن فيكون للرجال وإذا كان الحال أنه من عرف النساء في بلد آخر في أحكم الله ولا يقانه للنساء فقط بإطلاق بل العكس في حديث يبي مسعودين البدري ومعه خمسة تقريبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوه فقال لهم هذا هو أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه أذين لنا للذفة في العراس آخر نقطة دخول العروسين معا أو زفة العروسين معا عند النساء يحصل أن يدخل الزوج مع زوجته طبعا تتغطى النساء وبعضهم يخرج في الغرف كذاك في النهاية هو يمشي بينهن ويجلس مع زوجه بعض الوقت وكذا إذا كان النساء متسترات فلا حرج في هذا لكن يرى البعض لما يدخل أصلا في وسط النساء صحيح لأنه إذا كنا غير متسترات هذا حرج كبير ربما يرى من هي أجمل من زوجته ربما يرى مشاكل لكن إذا كنا متسترات فلا حرج في هذا طيب شيخنا شكر الله لكم أقف عند هذا الحد ونكفل إن شاء الله فيما يأتي أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر